شوف تفينما كنتم أهلاً ومرحباً بكم في الموجز الرياضي بلغ المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 السنة دور النصف النهائي من دورة علعاب البحر الأباد المتوسط التي تنظم توركيا بعد فوز مع المنتخب البلد المنظم بهدفين لهدف برسم الجولة الثانية من فعليته المجموعة الأولى هذا وفتتح التسجيل المنتخب المغربي اللاعب وليد الكورتي في حدود الدقيقة العاشرة قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعدل في الدقيقة الرابعة والخمسين من الشاط الثاني هذا الهدف الذي تلقاه المغاربة والطريقة التي سجل بها أزعج لعبي المنتخب الذين تلقوا العديد من البطاقات الصفراء المجانية إلا أن ذلك لم يمنع الأشبال من الانتفاضة إذ استاد عدنان الوردي مهاجم الوداد الفاسي ضرب الجزاء في الدقيقة الثانية والسبعين حول اللاعب النوالي إلى هدف التقدم وقع بادو الزاكي مدعب الوداد البيضوي سابقاً عقدة رسمية رفقة فريق أولمبيك أسف للإشراف على الإدارة التقنية للفريق المتوسط المسفيوي لمدة موسمين اثنين وذلك صباح اليوم هذا وأفاد المكتب المسير للنادي بأنه لم يجد أدنى صعوبة في إقناع الزاكي بتدريب الفريق لأنه كان يرغب في ذلك منذ مدة طويلة وأضاف بأن المبلغ المادي الذي سيتقاداه الزاكي غير مبالغ فيه وأرض الطرفين سواء المكتب المسير أو المدرب وأن المكونات المسفيوية كلها سعيدة بوجود الزاكي على رأس الإدارة التقنية للفريق من المنتظر أن يخضع فريق رجال بيضوي لفحوصات طبية شاملة وتحاليل دقيقة قبل العودة للسنة في تدريب يوم الاثنين المقبل وقرر التقنية للفريق الأخضر إخضع جميع لعب الفريق الأخضر لفحوصات طبية للإتمان على سلامتهم قبل بداية التدريب استعدادا للموسم المقبل يشار إلى أن الرجال البيضوي سيسافر إلى المجر لخوض معسكر لمدة عشرة أيام استعدادا للموسم القادم حيث تنتظر الفريق الأخضر منافسات كثيرة خلال الموسم القادم يبدو أن الاحتجاجات التي قامت في البرازيل مع انطلاق كأس القارات بدأت بالخروج عن السيطرة ولم تعد قوات الأمن في البلاد قادرة على احتوائها كما قالت صحيفة أوديا على صفحة الرئيسية التي نشرت عبارة العنف خارج عن السيطرة مما يتير المخاوف والقلق بشأن كأس العالم المقبل التي ستستضيف والبرازيل موسم 2014 أكد خورخي ميسي والد الأرجونتيني ليوني الميسي نجم بارشلونة الإسباني أن النجلة يتعرض لحملة قاسية من طرف الإعلام وذلك بعدما تم استدعائهما إلى المحكمة في بارشلونة للتحقيق معهما في سبتمبر المقبل على خلفية الدعوة التي قدمتها النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في المدينة الإسبانية ضدهما بتهمة التهريب الضريبي بيدا مشاهدين أنكم قد وصلنا